لأنه بحسب كمان إشعياء إصحاح تسعة والآية ستة لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا يعني فإذن مفهوم فكرة الإبن هو عطي من السماء للجنس البشري تمام وعندما قال عنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا جميلة جدا الكتاب ما يقولش يولد لنا ابن هو ابن الله قبل أن يولد لكن يولد منه انتساب الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع فإذن يعني حكينا عن نرجع نلخص عن يسوع ابن من هو قلنا أن هو ابن داود ابن إبراهيم وبسرعة حكينا أن هو ابن النجار ابن يوسف ابن مريم وابن الله ابن العلي يدعى ولكن ابن الإنسان فطبعا كون هذه الألقاب المتعددة وطبعا فيه أسماء يدعى اسمه كلمة الله اسمه عمان وإيل البداية والنهاية البداية والنهاية يعني فيه أسماء كثيرة مش بس بترتكز ولكن على أساس سؤال يسوع يعني ابن من فإيل إزاي يعني كيف ممكن نحط كل الموضوع بترابط بين الألقاب سواء يعني ابن داود ابن إبراهيم ابن الإنسان ابن الله ونحطها في صيغة اللي احنا محتاجين نفهمها يعني أولا أنا عايز أستبعد الألقاب التي أطلقوها الحاقدين على المسيح ابن النجار ابن مريم هذا كلام رأيهم فيه الإعلان الإلهي عن المسيح أحطه بالتدريج قدام حبان مشاهدين هو ابن داود هو ابن إبراهيم هو ابن الإنسان هو ابن الله ابن داود أذكر المشاهدين في علاقته بالأمة اليهودية وعرش داود أبي في دايرة أوسع هو ابن إبراهيم في علاقته بكل الأمم في دايرة أوسع تاني هو ابن الإنسان في علاقته بالخليقة العاقلة وغير العاقلة في زمن مجده وده نعرفه من خلال عبرانين واحد ومزنور تمانية من هو الإنسان حتى تذكره وابن الإنسان حتى تفتقده صلتته على كل أعمال يديك مجد المسيح في المستقبل ليس على الشعوب فقط كابن إبراهيم ولا على بيت إسرائيل فقط بيت يعقوب فقط كابن داود لكن سلطانه على الخليقة العاقلة وغير العاقلة المنظورة وغير المنظورة ده اسمه ابن الإنسان في دايرة أوسع هي ابن الله علاقة المسيح بالآب والروح القدس مركز المسيح في اللهوت اسمه ابن الله يبقى بالتدريج من دايرة ديئة إلى أوسع إلى أوسع إلى أوسع ابن داود في علاقته ببيت داود ابن إبراهيم في علاقته بالأمم ابن الإنسان في علاقته بكل الخلائق العاقلة وغير العاقلة في أزمنة رد كل شيء ابن الله في علاقته باللهوت في دائرة اللهوت بالآب والروح القدس